مريض يتناول الأدوية الخافضة للضغط الشرياني أو أدوية قلبية أخرى متى يجب عليه أن يتوقف عن أخذها قبل العمل الجراحي؟ السلام عليكم المريض الذي يتناول الأدوية الخافضة للضغط الشرياني أو الأدوية القلبية الأخرى يجب عليه أخذ أدويته صباح يوم الجراحة وذلك مع رشفة ماء صغيرة وعدم قطعها أبدا حتى صباح يوم العمل الجراحي أعيد فأؤكد يجب أن لا يقطع مريض الضغط أو مريض القلب أدويته حتى صباح يوم العمل الجراحي